اشتركوا في القناة وذلك قبل طرحها على اليوتيوب الليلة وذلك بعد سلسلة من التشويق التي اعتادها رمضان مع جمهوره قبل طرح اي اهي عمل من اعماله الغنائية خلال الفترة الاخيرة حيث نشر فيديو يتضمن جزءا من كلمات الاغنية عبر حسابه على موقع انستجرام وكان شارك الفنان محمد رمضان متابعي وجمهوره بالامس من خلال صورة من كواليس تصوير كليبه الجديد يا حبيبي الذي يقوم بتصويره حاليا في مدينة دبي مع النجم العالمي ميتر جيمس عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام والتي جاءت من وراء كواليس التصوير ليعلن عن موعد طرح الكليب الجديد والمقرر له غدا عبر قناته الرسمية بموقع الفوديوهات يوتيوب كما حرس الفنان محمد رمضان في وقت سابق على توجيه الشكر الى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعد منح التأشير الزهبية لدولة الامارات العربية المتحدة وكتب محمد رمضان عبر حسابه بموقع فيسبوك شكرا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكرا حكومة دبي على اجمل هدية التأشير الزهبية لدولة الامارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي